لا يتوقف خطر ميليشيات الحشد عند رهن العراق كاملا بيد المشروع الايراني بل يتعداه الى تمزيق نسيجه الاجتماعي واثارة النزاعات العشائرية فيه عبر اغراق المجتمع بالسلاح والقضاء على اي شكل من اشكال الدولة اكثر من سبعة ملايين قطعة سلاح متنوع بين الخفيف والمتوسط والثقيل موجودة لدى العشائر كيف وصلت الى ايدي ابنائها ومن المسؤول كل هذه الاسئلة يملك جوابها ويسأل عنه كل من ساهم بتأسيس الميليشيات واطلاق يدها في العراق من المعلوم ان عناصر ميليشيات الحشد ينضون في تركيبة مجتمعية عشائرية وبحكم امتلاكهم لمختلف انواع الاسلحة وضعوها تحت تصرف العشائر التي ينتمون اليها فقويت شوكة العشيرة واثيرت العصبية لها وهذا برأي باحثين اشد خطرا على المجتمع حتى من الميليشيات نفسها ونزع سلاحها اصعب من نزع الالغام التي خلفتها الحرب العالمية الثانية في البصر وحدها تمتلك العشائر اسلحة تعادل ترسالة فرقتين عسكريتين كبيرتين كما اكد مصدر امني وهذا الامر ينطبق على باقي المحافظات وخصوصا في الجنوب حيث اصبح النزاع العشائري حدثا يوميا تقف الاجهزة الامنية عاجزة امامه وما ساعد في تقوية سلطة العشيرة ايضا هم زعماء الكتل السياسية الذين سهلوا امتلاكها للسلاح مقابل نيل اصواتها في الانتخابات امتلاك افراد الدولة للسلاح بشكل عشوائي وكبير علامة واضحة على وصولها الى حافة الانهيار وينذر بنتائج كارثية على مستوى ارتفاع الجرائم وتفشي النزاعات الدموية ولا يزال مثال رواندا حاضرا وشاهدا على ذلك كما ان اي حكومة وطنية قادمة تريد بسط سيادة الدولة ستحتاج سنوات وفاتورة باهظة لانهاء هذا الملف المعقد